دكتور هنعود تاني للأهرام واسأل حضرتك المقالات التي تكتب في الأهرام مقالات سياسية بشكل خاص والتحليلات التي تكتب علاقة الجمهور العام بها ايه حاليا؟ يعني طبعا مع طبعا التراجع في توزيع صحيح ليس تراجع يعني أنا يعني قبل ما أتولى يعني مسؤولية رئاسة مجلس إدارة الأهرام ربما كان لدي انطباعات خاطئة حول يعني تراجع الحجم التوزيع لكن في الحياة لما اطلعت على الأرقام لا الأهرام مازالت قوية ويعني حجم التوزيع يعني مازال كبير ومستقر يعني على مدار الأسبوع بالإضافة إلى العدد الأسبوع طبعا حجم التوزيع هو الأكبر يعني وأقصد طبعا عدد الأهرام في يوم الجمعة يعني ببساطة يا دكتور الناس بتشتري جرائد بشكل مكسف حاليا؟ يعني الأرقام تقول هذا يعني رغم ما كان لدي من انطباع خطأ قبل أن أتولى المسؤولية فده معناه له دلالات كثيرة له دلالات أن هناك فرصة كبيرة للقائمة ولدى الصحافة القومية في أن تقوم بدور كبير في عملية التنوير وفي عملية ترشيد الرأي العام ويعني أيضا أن هناك فرصة للتأثير والتأثير المقصود هنا هو ترشيد الجدال العام وترشيد النقاش وترشيد الرأي العام بشكل عام فيما يتعلق بقضايا المطروحة سواء على المستوى الداخلي أو على المستوى الإقليمي على المستوى الدولي والدفاع عن المصالح المصرية ولدي قناع أنه طالما أنه لدينا يعني مشروع فيه أو استحقاق كبير فيما يتعلق بعملية التنمية في مصر وتنمية الوعي يعني سيظل لدينا حاجة كبيرة للصحافة وبما فيها طبعا الصحافة القومية وهذا قائم بالفعل بالإضافة لكل ده طبعا لا يجب أن ننسى أنه هناك بعض التحديات طبعا بتواجه للصحافة كمهنة وكصناعة لكن في نفس الوقت هناك عملية تأقلم أيضا تجري من جانب المؤسسات الصحافية مع هذه التحولات هناك تحولات في سوق الإعلان هناك تحولات في أسواق الطباعة هناك جزء من هذه التحولات أيضا أو تحديات هو التوجه بشكل عام إلى النشر الإلكتروني أو القارئ اللي بيعتمد على الأدوات الإلكترونية لكن هذا لا يعني انتهاء مهنة الصحافة أو مهمتها لا على الإطلاق لكن أنا بسأل على الصحافة المكتوبة يعني زي ما قلت لحضرتك لو رجعنا إلى المؤشرات المؤشرات التوزيع المؤشرات تقول أنه نفس نسب توزيع الجرائد كما هي الأهرام مثلا بالمقارنة بأي مرحلة طبعا لو احنا بنقارنها بمرحلة التسعينات أو ما قبل يعني ذلك طبعا بالتأكيد حدث تغير لكن المؤشرات تقول أنه حجم التوزيع مازال كبير وبالتالي ده معناه أنه فيه قارئ فيه قارئ واسع ويعني فرصة كبيرة أيضا لمزيد من التواسعي لأنه ربما التوزيع يعني قد لا يصل إلى إلى كل نقطة في في الأقاليم المصرية لكن بالتأكيد يعني الوصول إلى كل نقطة في الأقاليم المصرية بالتأكيد سيغير من حجم التوزيع لكن الحقائق التي يعني طلعت عليها أنه حجم التوزيع مازال كبير ومستقر أيضا وفي نفس الوقت طبعا بنتجه إلى التأقلم مع التحديات القائمة هل هذا يندرج فقط على الأهرام أم على بقية يعني في رأيي أنه ده ينطبق على الصحافة الورقية بشكل عام طبعا لا أعلم يعني الأرقام أو الأحصاءات بالنسبة لي يعني ما يقال مثلا عن وسائل التواصل الاجتماعي التي اكتذبت كثير من الشباب على سبيل التحديد التجارب الكثيرة فيما يسمى بالدكاء الاصطناعي مثلا كل هذا لم يؤثر على توزيع الصحف على المجالات لكن كجزء من محاولة تقليل هذا التأثير هو التوجه إلى النشر الإلكتروني وده اللي كنت أقصده بيأة أقلم مع هذه التحديد التوسع في المنصات الإلكترونية سواء المواقع الإلكترونية الخبرية أو التحليلية أو التوظيف وسائل التواصل الاجتماعي لأنه جزء من القارئ جزء من أو نسبة من القراء للمواقع الإلكترونية بتأتي من خلال الالسوشيال ميديا يعني منصات الالسوشيال ميديا لا تقدم الخبر أو لا تقدم التحليل كاملا على مناصات السوشيال ميديا. لكن هي بتحاول الوصول إلى القارئ وتقدم له فرصة أكبر للوصول إلى المادة المنشورة على المواقع الإلكترونية الخبرية أو المتخصصة. فبالتالي ده جزء من تأقلم الصحافة الورقية أو المؤسسات الصحفية. إن شئنا الدقة يعني جزء من عملية التأقلم مع أو الاستجابة للتحديات القائمة. وده في النهاية بيخلق يعني درجة من التكامل أيضا ما بين الورقي وما بين الإلكتروني. لأنه على سبيل المثال لو من خلال مواقع التواصل الاجتماعي أقدر أوصل للمواقع الإلكتروني للأهرام. وأقدر أوصل أيضا لجرنان الأهرام المنشور أو المطبوع. لأنه موجود برضو أيضا يعني بأشكال أو بطريقة مختلفة موجودة على المنصات الإلكترونية. لكن الكل ده بيقول إنه الصحف أو المهنة الصحافة أو صناعة الصحافة مازال يعني فرصها في البقاء. لم نحن نحن لا نتحدث عن تحدي بقاء أو تحدي وجود. نحن نتحدث عن أشكت أقلم مع التحديات القائمة. ونفس الاستجابة أو التعامل مع التحديات فيما يتعلق أيضا بالموارد المالية. ليس فقط فيما يتعلق بشكل الخدمة الصحفية اللي بتقدمها المؤسسات الصحفية للجمهور أو للقارئ. لكن أيضا هناك تأقلم فيما يتعلق بالموارد المالية. لأنه هيكل المالية أو الموازنات أو مصادر الدخل أيضا بتتغير. يعني كان هناك اعتماد على أنماط معينة أو أشكال معينة للدخل هذه الأشكال بتتغير طبعا وبنجري عملية يعني تأقلم أو استجابة مع التحديات. ترجمة نانسي قنقر